هذه الصورة هذه الصورة في القيش العراقي يعني في القيش العراقي كنا اثنين وستين اربع وستين هذا الرجل الوحيد اللي ما حلق ما حلق لحيته اسمه سليمان بن حمدان بن محمد العامري ورفض يحلق هذه اللحية وكل الأخوة العمانين حلقوا بسرعة لما قلهم حلقها وكنا نويرا حين البصرة ولما رقعنا من البصرة لقينا الأخوة العمانين لحاهم ما شاء الله طوال ولقينهم حلقين لحاهم حتى قمنا نضحك انا وياه قال توبا يقولكم ما شاء الله المسؤولين وفعلا قيل المسؤولين ولقوا سليمان يعني في لحية وقالوا لازم تحلق لحيتك قال ابدا ما حلقها وبقوا يرفعوا من ضابط الى ضابط من ضابط الى ضابط يحققوا عنده واخيرا وصل الى قائد لواء البصرة فقال له يقول له كيف ما تحلقوا القيش يقول له قانونه قال له قانونه هذا في معصية لله سبحانه وتعالى فأنا يقول ما ما أحلق لحيتي قال لو انت على ايش حضرتك لو نمسكناك وكلبشناك وحلقنا لك لحيتك قال إذا كلبشتوني وريد الوردت بتحلقوا لحيته وحلقتوا لحيتي اقتل عن كل اللحية شعره قال لي له مستواك انت ايش ايش عاد هذه اللحية يقول له قال له هذا اللحية يقول له امرني ابوي ما تحلق لحيتك وما عصيه قال له اذا انت تبرك ما شاء الله الملأ المطوع يعني المطوع القبول قبل ملأ يعني المطوع وقال يقدم في كل شيء شوف كرامة اللحية كرامة الله تعالى سبحانه وتعالى ثم اللحية يعني فقدم في كل شيء ما شاء الله في الأكل في الطابور في اسلام الراتب في كل شيء هو في المقدمة نعم فهذا في القيش العراقي اما القيش السعودي ما عندي صورة